نرحب بضيفنا المستثمر في القطاع الصحي الدكتور عمر العجاجي أهلا بك دكتور عمر نائب رئيس اللجنة المنشهات الطبية في غرفة الرياض وفي البداية كيف تقرأ أو على الأقل كيف تقيم ما تم إنجازه حتى الآن في ملف خصخصة القطاع الصحي مساء الخير لك والسادة المشاهدين قيمها نحن في بداية المشوار فبداية المشوار طبعا صعبة لكن الفائدة كبيرة جدا إن شاء الله للمواطن والمقيم جميل جدا قيم لنا الفترة يا دكتور هل نحن نسيره في الطريق الصحيح أين وصلنا الآن أنا أعتبر بدأنا في الخصصة في عام 2017 الآن لنا ثلاث سنوات أعتقد التحرك بطيء جدا إحنا مستعجلين كمستثمرين لمعرفة التوجه من وزارة الصحة كيفية الخصصة ونقل المستشفيات الحكومية إلى شركات حكومية خاصة هل تعتقد أن وزارة الصحة لم تظهر الآن خطواتها أو على الأقل برنامجها حتى أنتم تسووا كمان برامجكم وإجراءاتكم هذا الواقع فعلا في 2017 أعلنت عن خمس شركات أو خمس تجمعات في الشمال والجنوب والشرق والغرب والمنطقة الوسطى لكن وبدأت تفعيل هذه التجمعات في المملكة لكن رؤية المستثمر حاليا معرفة أين توجه النهائي لهذه القطاعات هل هي افتتاح مستشفيات هل هي تشغيلها والتوسع فيها يعني المعرفة التامة لهذا النشاط الكبير جدا وبالفعل هذا سيعيق هذا الملف الهام جدا لأن القطاع الخاص واحد من أهم مرتكزات نجاح هذه التحول طيب خلينا نروح لأنه هل سيتغير عليكم الوضع بعد الخصخصة يعني الآن شركات التشغيل وعقودها أو علاقتها التعاقدية بهذا الشكل هل ستختلف مع الخصخصة شيء جميل جدا طبيعي الشيء هذا هيكون فيها التنافس قوي جدا بين القطاع الخاص والقطاع العام هي طبعا بالبداية نعرف أنها شراكة استراتيجية بين القطاعين التوسع والمنافسة لتوفر الوظائف إيجاد استراتيجية يعني حنا مشكلتنا كمستثمرين في القطاع الخاص نبحث عن استراتيجية الخمس سنوات القادمة فلذلك يجب أن نعرف ما هي خطة الوزارة بهذا الاتجاه لمعرفة هل نتوسع بهذا النشاط معرفة المستشفيات المطلوبة في الخصخصة هل هو نتخصص في نوعية المستشفيات مثلا في هل تعقدون شراكات مع شركات أجنبية يعني تستعدون من الآن وزارة الصحة هل طرقتوا ببا بوزارة الصحة يا دكتور طرقنا الوزارة وهي تعرف الوزارة تأخذ نظام برقراطية تأخذ لها وقت طويل إلى معرفة الأشياء هذه ولها ميزانية خاصة نحن بالنسبة لنا كقطاع خاص بدأنا من عدة سنوات بعمل اتفاقيات وعقود وشراكات مع مستثمرين وشركات أجنبية وجامعات ومستشفيات جامعية وهذا الآن نحن سيرين علي بإذن الله ممتاز جدا طيب خلينا نقول أنه يعني البريقراطية للوزارة الصحة الآن وزارة الصحة تفرغت لنا في وتارة للتأكيد في هذا الملف حتى موضوع الموظفين حتى موضوع أيضا الشراكات أنتم كغرفة تجارية في الرياض لماذا لا تقدمون مشروع معين تتبنى غرفة الرياض أو الغرف السعودية ويقدم بشكل رسمي لوزارة الصحة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق يعني ما قصر والمعالي نائبة احنا عقدنا عدة اجتماعات وفيه وكالة خاصة للاستثمار في وزارة الصحة وعندنا لقاءات حليم فعالة بشكل جيد مفعالة تقريبا في كل تقريبا شهرين احنا نجتمع وفي لاجنة مكونة من الأعضاء الغرفة ومن الكبار المسؤولين في الوزارة لهذا الشأن بالذات ممتاز جدا طيب انت دكتور قبل شيء تقول أنه كان عندكم مشكلة في البورقراطية ولا أنت تقول أن الوكالة قاعدة تعمل بشكل صحيح لا الوكالة موجودة لكن حتى الوكالة إلى الآن الخطوة الرئيسية والنهائية حتى الآن لم تتم من جهة الوزارة نسمع زيكم أنتم كمستثمرين نحن كأعلام أيضا نسمع زيكم أنه في القطاع الشرقية بدأت وبعض مناطق المملكة طيب خلينا نروح لما يتعلق بالأمان الوظيفي للموظفين التغيرات الكبيرة هل تعتقد أن الشركات الطبية جاهزة لتبني هؤلاء الموظفين ويعني أنا أتحدث هنا عن إدارات الاستشارات استشارات الموظفين وغيرها أنا أعتقد أنه ما في شيء يأثر أو في سبب قوي جدا لتخوف الموظف بالعكس أنا متفائل جدا الموظف أعتقد من الأشياء الأساسية سيرتفع احتمال الراتب تزيد التدريب وتطوير الموظف بشكل أفضل لأنه الآن الفوكس على الموظف يكون أكبر وأعلى ودرجة الرضاء هتكون واضحة للعيان بس برضي دكتور الغموض هذا يؤثر على نفسيتهم الآن لأنه لم يكن في قرار واضح من جهة الوزارة هذا السبب الذي أخذ الوقت الثلاث سنوات هذه أثرت يعني في آخر سنة أو آخر ستة شهور بدأت الرؤية تتضح للموظف ولمستثمحة طيب في ثلاث ملفات تشغال عليه وزارة الصحة ملف الرعاية وملف الإشراف من قبل الصحة ومديريات الشؤون الصحية والملف الثالث اللي هو ملف التأمين خلينا نروح ملف التأمين لأنه اقتصادي يعني أين وصل هذا الملف إلى وزارة الصحة؟ هذا ملف هام جدا صحيح نحن طبعا عندنا تتكلم حوالي عشر ملايين مؤمن هذا يزيد من التأمين الطبي من حجم الاقتصاد من ناتج المحلي كل هذا يأثر تأثير إن شاء الله يعني إيجابي بإذن الله ويقوي الآن تقريبا من سنة بدأت وزارة الصحة بعمل تقريبا مستشفى عمل عقود مع شركات التأمين وبدأت فعليات لكن ليسا بالبداية القوية والمواطن كان يبحث عن التأمين خاص فيه شخصيا يعني الوزارة رأت الآن بالبداية أن نبدأ بالشركات الحكومية وشراء الخدمة من هذه الشركات وبعد شراء الخدمة يتم أعتقد مستقبنا الاتفاق مع شركات التأمين ممتاز جدا طيب على صعيد أيضا التأمين بالتحديد أو تشغيل المستشفيات عفوا بعد اعتماد التأمين خلينا نستشرف المستقبل لأنه ما في شيء واضح صحيح ولكن خلينا نقرأ المستقبل يعني بعد تطبيق التأمين هل تعتقد أنه من السهل أن يدخل القطاع الخاص لتشغيل هذا الإرث الكبير وزارة الصحة فيها إرث كبير من البريقراطية من أيضا حجم المناطق المملكة لدينا يعني هل القطاع الصحي السعودي سيستطيع تشغيل هذه المستشفيات أم سنلجأ أيضا لشراكات مع شركات جنبية أنا متفائل جدا وعندنا رؤية واضحة وشفناها تقريبا في وزارة البرق والبريد والهاتف لما تحوّت إلى شركة اتصالات البرامج كانت أكبر والخدمة المراجعين كانت أفضل والدنماكية العمل تسير بالعمل الصحيح فهذه هي نفس الشيء لما تحوّل مستشفيات وزارة الصحة مشاركة مع القطاع الخاص أو للشركات هذه هيكون العمل كبير جدا من ناحية الإنتاجية من ناحية العمل من ناحية جودة الخدمة من ناحية كل الأعمال المطلوبة نحن نتمنى أنه لا أيضا لدينا تجربة فيما يتعلق بالشركات الحكومية ليست ناجحة بشكل عام ولا نريد أن نطلب مسميات معينة ولكن نتمنى أن الصحة لا تبدأ مثلما بدأ